سياسات مجلس القيادة الرئاسي تجاه التعيين في المواقع القيادية العليا في الدولة خلال الأشهر الثمانية اللاحقة لعملية تشكيله وتسلمه السلطة موضوع دراسة بحثية صدرت مؤخراً عن مركز المخاء للدراسات الاستراتيجية حاولت الدراسة الإجابة بلغة الأرقام عن سؤال كيف تحولت القرارات الجمهورية إلى أداة تمكين للانتقال من مناصب وقرارات الدولة فالانتقالي ينتقل من التوسع على الأرض بدون غطاء قانوني إلى التوسع على الأرض والتوسع الموازي في التعيينات وفي هرم السلطة استحوذ المجلس الانتقالي على نصيب الأسد من تعيينات مجلس القيادة الرئاسي من حيث الكم أما من حيث الكيف فقد سيطر على مفاصل مهمة في الدولة منها منصب النائب العام وعضوان في مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية ووزارة النفط والكهرباء ومحافظ السقطرة احتفظ بعض المسؤولين الجدد بمناصبهم السابقة في الجهاز الإداري للدولة أو في الكيانات النقابية والسياسية التي قدموا منها وهو ما يعني استحواذا على الوظيفة العامة حتى داخل الطيار الواحد إلى جانب المجلس الانتقالي يبدو المؤتمر الشعبي مشاركا في الاستحواذ على الحصص الأكبر في مناصب الدولة المختلفة وبحسب الدراسة فهو حضور تعود بعض أسبابه لانتماء غالبية كبار موظف الدولة إليه باعتباره حزب السلطة لعقود طويلة غاب شرط التوافق عن قرارات التعيين في المواقع القيادية في الدولة أو العزل منها كما تجهلت القرارات أهمية مراعاة توزيع المواقع القيادية على أساس الكفاءة والأقاليم والأحزاب السياسية حيث غاب حزب الإصلاح تماما كما اختفت من الخارطة محافظات كاملة لم يحصل مواطنوها على أي تعيين